بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي احنا نبارح كنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي قال لهم ونصحهم لما كانوا في الحج في سنة التسعة وكأنه كان بيوطأ كل الحجاج إلى الكرامة والنهاردة نتكلم عن حجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي نتعلم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع السنة اللي فاتت حج بالمسلمين سيدنا أبو بكر ويأتي أكبر تجمع عرفته العرب وقته عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج وأعلن ذلك تخيل بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبائل كلها تعرف حضرة النبي عي حج حضرة النبي عي حج حضرة النبي عي حج والناس من بره وفي جوه كله يعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عي حج فجي للمدينة خلء كتير أنا متصور إن المدينة ما بقاش فيها مكان خلاص اتملت كلهم عايزين يحجوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يقتموا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوا مع حضرة النبي وخاصة ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانهم حسين ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا من مناسك المنورة فخرج من مدينة في الخامس والعشرين منذ القاعدة يعني قبل ما يخلص الشهر كده بخمس ايام في السنة العاشرة للهجر وانطلق بعد الظهري حتى بلغ زي الحليفة بلغ لغاية فين بلغ لغاية المكان ده فاختسل حضرة النبي لأحرام والدهن هو ده مقاة أهل المدينة والدهنة والطيب صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره صلى الله عليه وسلم ورداءه ثم أهل بالحج والعمر وقارن بينهما حضرة النبي وصل السير مشين مع حضرته صلى الله عليه وسلم وبدأ حضرة النبي يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي يوم الخميس اليوم الثامن من زي الحجة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بي أبي وأمي آه أنتو عارفين إحنا كده عايشين مع حضرة النبي أجواء وتخيل كده أن أنت أجواء الحج وخاصة كمان لما تكون مع حضرة النبي فحضرة النبي هم اللي معاه راحوا على منا فصلة صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفضل العناك صلى الله عليه وسلم حتى طلع الشمس وأمل وأمر صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر زي خيمة يعني قبة من شعر يعني خيمة بس بتبقى مصنوعة من الصوف إنها تضرب لي صلى الله عليه وسلم بنمرة وهو في موضع بالقرب من عرفات عارفين إن إحنا مسجد نمرة قريب من عرفات جزء منه من عرفات وجزء منه مش من عرفات فصار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنمر ولما زالت الشمس زالت الشمس هو تفتكروا إن غربت الشمس زالت الشمس يعني زالت الشمس من كبدي السماء يعني الشمس بتبقى في منتصف السماء كده تزول يعني تروح نحية الغروب ف كده يبقى يسمع زالت يعني زالت يعني زالت يعني إيه تركت كبدي السماء يعني تركت منتصف السماء سعيدة من شبابة في ظل أمر صلى الله عليه وسلم بناقاته القسواء فرحل فإيه اللي حصل حضرت النبي ركب ناقاته القسواء وتحط على الرحل بتاعه فأتى باطن ودي عرنا واجتمع حوله الألوف أنت عارفين عدد اللي حضره مع حضرت النبي حاجة الوداع كانوا كم عدد يصل لمية واربعتاشا ألف صحابي الله أكبر فخطب الناس خطبة جامعة ذكر فيها أصول الإسلام صلى الله عليه وسلم وقواعد الدين وكان مما قالوا صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارس كان مسترضعا في بني سعد في قتلته هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطالب فإنه موضوعهم كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إيه اللي حاصل؟ الخطبة كلها مليئة بالمعاني لكن كل المعاني دي بتجتمع في إيه؟ في إن إحنا نحفظ الحرومات نحفظ حرومات بعضنا إحنا دلوقتي عندنا مشكلة في حياتنا إيه المشكلة في حياتنا؟ بقت حرومات الناس مطروحة يعني وكأني أكلمكم بصدق يعني وإحنا في رمضان وكأن حديث رسول الله عليه وسلم في المرئتين اللي اتكلموا بالغيبة والنميمة فقال لهم صلى الله عليه وسلم تقيأ فتقيأ نحمن نتنا فقال هتاني صامتا عما أحل الله وأفترطا على ما حرم الله اللي هي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاللحم النتن الذي تقيأوه ده لحم الناس اللي تكلموا فيهم إحنا من أكتر الحاجات اللي بتفتت مجتمعنا ومن أكتر الحاجات اللي بتواجهنا وعايزين حضرة النبي أنواره تشع علينا عشان القلوب تتغسل من ده انتهاك الحرومات تحت مظلة الانتقام مش هنكون كده خارص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منع كل ده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسقط كل ده اللي عايز يبقى مع حضرة النبي في حجة الوداع يعلم أنه هو يبطل انتقام ومش يبطل انتقام بس والأهم منه يبطل خوض في أعراض الناس يبطل أنه هو يتكلم في عرض الناس وتفتكروا أن انت لما تقول لواحد لا والله يبلاش فلان ده مش كلام في عرضه ولا لما تيجي تتكلم في حد في واحدة وتقول والله أنا مش عاجبني سلوكها وتسيب الأمر مفتوح كده انت متكلمتش في عرضاه ده مخالف للعهد اللي خده علينا حضرة النبي ولا لما تيجي تتكلم في حد وتقوله والله أنا مش عاجبني يمشي وتسيب المسائل كده مفتوحة عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى اللي عايز يعيش مع حضرة النبي في جماله ده يعمل كده وعقول لكم حاجة وحضرة النبي هنا قال كلام مهم جدا جدا كمان بلاش كسر الخواطر وخاصة القلوب دي حرام ان احنا نكسرها وخاصة ان هي في يدي بين اصبعين من اصابة الرحمات بلاش كسر الخواطر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء خير عارف وصانا بالنساء خير ليه عشان حضرة النبي عارف انهم زي الإزاز بيكسروا يعني ايه بلاش كسر الخواطر وبالذات بلاش كسر خواطر النساء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا أنا عايز أقول لكم حاجة المرأة زي المرأة اللي هيحسن معاملته مع المرأة هيبقى بالضبط شايف في مرأة حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم عايزين نعيش مع حضرة النبي إياكم الحرمات إياكم الأعراض إياكم النساء اللي عايز يعيش بنور حضرة النبي تعالوا مع بعض دلوقتي نتوب نتوب نكسر الخواطر ونعمل شوية حاجات أول حاجة لو سمحتم تعالوا نسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصينا بالنساء خيرا ونقول لأهلنا وزوجتنا إن إحنا بنحبهم وبنستوصي بيهم خيرا ونعملهم بكل حسنة ونغير طريقة التعامل إذا كان فيها أي نوع من أنواع الجرأة وأي نوع من أنواع كسر الخواطر وعشان كده نبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة التانية على طول يا سادة حاول تقول كلام حلو لأولادك والأهل بيتك وأي حد جرحته وتعديت على عرضه ومش لازم تتعدي على عرضه إن أنت تتكلم في شرفه اتعديت على احترامه لذاته رجعوا الاحترام بينا تاني احترموا الصغيرين واحترموا الكبار عشان نبقى مع حضرة النبي قولوا للناس كلام حلو وعبروا عنهم بتعبير جميل وآخر حاجة اطلبوا من الله سبحانه وتعالى إن يجعلنا مسترين بسطرنا للناس اللهم يا جميل استرنا بجمالك عندما نستر عيالك اللهم اجعلنا من أهل الجمال من نستر عيالك على كل حال يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا غياسنا من أنفسنا استرنا من عيوبنا وجنبنا مساوينا بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا حضرة النبي والصلاة على حضرة النبي وتعالوا نصلي على حضرة النبي ونقوذي اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله يا رب اكرمنا بحضرة النبي على الدوام ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي تبركت بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واللي كمان بتتنور بأسئلتكم اللي بتوصلنا على صفحتنا على الفيسبوك أول سؤال النهاردة سؤال من حساب أسماء بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسألك عن فضل الصدقة وقيمتها واسمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل الصدقة وكان يقبل الهدية إحنا عندنا سؤالين السؤال الأولاني عن فضل الصدقة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام مسلم في صحيحي أن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير هو إيه الجمال ده في يمين الرحمن يعني فضله ويمنه وبركته وسعته يبقى الصدقة بتقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبال يعني الصدقة بتبقى زي الجبل تيجي يوم القيامة كده وانت تصدقت بحاجة تبصت لقاك الجبل طب ربنا بيعمل كده دي لأن الله يحب الصدقة ليه هالجزاء الإحساني إلا الإحسان لأن الشخص المتصدقه كأنه يرى جمال ما تفضل الله به عليه يبقى الصدقة دي الصدقة دي مفتاح البركة والصدقة دي دي مفتاح السعادة مفتاح الراح وداو مرضاكم بالصدقات الصدقة دي باب مفتوح لكل منح الله سبحانه وتعالى لأن العبد وإذنك إلا حاصل هالجزاء الإحسان إلا الإحسان تمشي هالجزاء ما أحسن الله بك إلا أن تشكره بالصدقة فالذيك الصدقة من أوسع أبواب شكر النعمة فهذه أو الصدقة من أوسع أبواب شكر النعمة الصدقة كمان من أوسع المعاني التي تجلب عليك سعة الرزق ليه؟ هالجزاء الإحسان إلا الإحسان إذا أحسنت للناس فهل تظن أن الله سبحانه وتعالى سيجازيك بشيء أفضل من أنه واسع عليك وزيك ما نقص ماله من صدق أم الايه؟ بل زاد الماله بالصدق إزاي في كده؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة عائشة ويسألها سؤال واضح حضرت النبي بيحب الإيه؟ بيحب الكتف فإلا حاصل فوزعت الشاكل لها وبقي الكتف عشان حضرت النبي بيحب فحضرت النبي يقول لها إيه الأخبار؟ قالت زهبت الشاكل كلها ولم يبقى إلا الكتف قال بل بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف بقيت عند من؟ عند الباقي عند الله عند الواسع عند الكريم فإذا أنت تصدقت وتصدقت على عيال الكريم فكيف سيعاملك الكريم؟ الصدقة ليس لها حساب الصدقة بتدخل عبده في إيه؟ في الوسع والبركة والنعمة ولزيك الصدقة تدفئ غضب الرب يا الله يعني واحد يكون عمل معصية وخايف وقلبه ملتهب من المعصية وخايف منها يتصدق ويتوب إلى الله قلبه يبرد وكمان قلبه يبرد ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنه فالصدقة تدفئ غضب الرب وتجرب البركة وتجرب الرضا على العبد فلازم نفهم الصدقة دي من أعظم المن اللي ربنا من نبيع علينا أن يبقى فيه حاجة اسمها الصدقة تفتح لنا أبواب الوصل بالله سبحانه وتعالى ده كان فضل الصدقة السؤال التاني بقى بتسألي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لأكل من الصدقة عشان هو حضرت النبي هذا حاله حاله صلى الله عليه وسلم إنه هو الصدقة والزكاة والحاجات دي دي للتطهير تطهير للعباد في حضرت النبي ما جمال في جمال لكن قال يا يقبل الهدية الهدية جاي بالجمال كده فكان حضرت النبي يقبل الهدية بس ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان واحد مستحق للصدقة وحد تصدق عليه يقبل يقبل ليه؟ رزق ساقاه الله له ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال حلوة خضر فمن أخده بطيب نفس بورك فيه ومن أخده بإشراف نفس لم يبرك فيه والإنسان إذا كان ده مستحق وأعطي له المال مبارك إن شاء الله المال مبارك فيه فعشان كده لازم نفهم الكلام ده السؤال الثاني من الحساب دكتورة فريدة فرحات بتقول هل الحصول على قرض بضمان شهادة استثمار البنكة أو بقيمتها بغرض شراء شهادة أخرى بفوائد أكثر لأخذ فرق الربح يعتبر ربع أم حلال الحالة دي هي حالة إحنا بنكيفها لإنها حالة أخذ المال من أجل الاستثمار في حد يخذ المال ده كله وحطه في استثمار تاني فخذوا المال كله فحطه كأنه بيستثمروا مرة ثانية فالتكييف ده بيجعل المال ده مأخوذ باعتباره تمويل ليه؟ هو لما أخذ المال ووضعه في مكان آخر المال ده إلا حاصل دخوا مرة ثانية في المجتمع ودفعوا في المشروعات اللي بيقوم بها البنك وعملوا و confused المال إيه اللي بيحصل؟ المال لماذا يحبس في هذه الشهادة؟ يحبس في هذه الشهادة لأن هذا المال يؤخذ ويوضع في مشروعات في المشروعات أيضا فيحصل الحالة من حالات التمويل فإذاً هذا جائز وهذا من قبيل التمويل وليس من قبيل الربة ولكن ده ليس من قبيل القرد ولكنه من قبيل التمويل السؤال البعد كده سؤال من حساب سؤال من غير ذكر اسم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ عمر ابني راح يصلي في المسجد وكان يقف في الصف الاول ودخل شيخ كبير ودفع ابني الى اخر الصفوف مع العلم ان ابني عمره عشر سنوات وبعد انتهاء الصلاة صاحف وجه ابني هل هذا هو تشجيع الاولاد على الصلاة هل هذا حلال او حرام ما كان الرفقه في شيء الا زان وما نوزع من شيء الا شان واي شيء فيه اي نوع من انواع التعنيف حرام اذا ما كانش ديه سببه وتبرير العنف حرام فاذا كان هو بيعنف ده بيعنفه عشان ايه عشان ترتيب الناس في المسجد اه ترتيب الناس في المسجد ما يعنيش ان الاطفال لو صلوا في وسط الصف يكونوا ذلك حراما او ممنوعا او مبطلا للصلاة طفل بيعرف احكام الصلاة يصلي بالناس ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات مرة وفي رواية على انه مر ذات مرة على بني النجار فإلا حصل فوجد صبيا يصلي صبيا معناه ان هو طفل برضو عن ده صبيا يصلي بهم صبيا يصلي بهم فقالوا ليه حضرت النبي سألهم قالوا لانه احفظنا للقرآن فصلى بهم لان صلاته اذا كانت صحيحة لنفسه فهي صحيحة لغيري فاذا كان ده صلى بالناس اماما فلا يصلي في الصف الاول وانا بكره هذا المنظر هذا المنظر بيوجعني بيئزيني بيديقني منظر التعنيف الاولاد في المسجد هذا منظر لا يرضاه حضرت النبي هذا المنظر بالضبط لو شافوا حضرة النبي سيقول عنه ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ليه حضرت النبي كان بيرفق بالاطفال حضرت النبي ما نعشى الاطفال في المساجد الاطفال يدخلوا بس نقديمهم بأداب المساجد وصار لي في الصف الأول آه يصار لي في الصف الأول الصبي المميز اللي يقدر يصار لي ده يصار لي بالناس إذا كان قادرا على الصلاة بلاش العبث ده يا سادة هو فاكر كده هو أنه هو بينفذ سنة رسول الله أنا أسألك سؤال تعني في الولد ده بهذه الطريقة اللي تقسر خطره حرام فأنت فعلت حرام من أجل ماذا مين اللي داك الحق أصلا تعني في الأطفال بهذه الطريقة لا حقك ولده من الشرع الشريف فاتقوا الله في الأطفال وإحنا بنحب أن الأطفال يحضروا في المساجد مع التزامهم إن شاء الله بحسن أدب يا رب من مساجدنا بأولدنا عشان يعرفوا حلاوة وقيمة وقدسية المساجد بعد الفاصل نلتقي نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا ومعانا أسئلتكم المباركة ومعانا سؤال بيقول بنتي مش بترضى تصلي وبتحلم بحاجات وحشة أول حاجة بس خلينا بس نفصل ما بالتنين إحنا لازم نعرف بنتك ما بتدداش تصلي ليه لإن ممكن لسبب من الأسباب أن يبقى ما إحنا محتاجين شوية بحس معها لإن في بعض الأحيين بتحصل حاجات نفسية بسبب شوية أمور فيها اضطرابات فإحنا عايزين نقعد معها ونسألها بدون ما إنت ما بتصليش إنت ما بتصليش إنت ما بتصليش لأ عايزين نسمعها وأنت ما بتصليش ليه ولو وجدناها بتتلاجلك يبقى إحنا محتاجين بحسة أكتر وأنا ليه بقول كده مش كل حد أولاده ما بيصليوش يبقى فيه اضطراب لكن لا يعني التركيبة دي فيها حاجة فإحنا محتاجين شوية نفكر طيب العمر الثاني بنت ما بتصليش المشكلة في حضرتك ليه لما بندخل ونعلم أولادنا الصلاة لازم ندخل ونعلم أولادنا الصلاة صح ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسابع نضروهم علي وهم أبناء وعشر كما ورد في الروايات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بيقول علموا يعني حاولوا تعرفوا وتجربوا الطريقة المناسبة لتعليم أولادكم وعند زيك علموا الواو هنا هتبقوا مفرق يعني ايه هتقتضل قسمة أفرادا يعني كل واحد يشوف الطريقة اللي يعلم ابنه بيها الصلاة مش كل أولادنا هندخلهم للصلاة من مدخل واحد الولد الشاقي هندخله لمدخل للصلاة إزاي نعلمه الصلاة الولد الشاقي ندخله للصلاة على إن الصلاة بتخليه له وسع أول ما تجي يتكلم الولد الصغير الشاقي دهت عن الوسع يقول إيه أنت لما تصلي هتحس إن الدنيا وسعة هتحس إن الدنيا براح هتحس إن انت هتلاقي حاجات كتيرة في حياتك وحاجات مختلفة لأن الولد الشاقي دهت هو عايز يكتشف حاجات كتيرة فخليه يدخل للصلاة وهو محمل بإجمال ما لا عينه رأت ولا أذنه سمعت ولا خطر على قلب بشر ساعتها تبقى للصلاة بالنسباله حاجة ممتعة مش حاجة ثقيلة فكذلك بنتك شوف فيه إيه المدخل المناسب للكلام عن بنتك في الصلاة يبقى أول حاجة محتاجين نشوف المدخل المناسب للصلاة أما مسألة إن إيه بتحلم أحلام وحشة إحنا عندنا سنة إن إحنا لو واحد تحلم حلم وحش بيدفر عن يسالي ثلاث مرات ويستعيذ من الشيطان الرجيم بس الحاجة دي ممكن نعمل لها كده نعمل إيه نقرأ الفتحة سبع مرات قبل النوم ونقرأ المعوذاتين ما قل هو الله واحد نعمل كده إن شاء الله لو هي استمرت على ده ثلاثة أشهر إن شاء الله يزول عنها الكلام ده أو بحسب القوة إما شاء أو ثلاثة أشهر بحسب قوة هذا الأمر وتكراره وتردد عليه إيه المدخل المناسب للصلاة وهو ده فكرة تتعلمه يعني الصلاة محتاجة إن إحنا نصبر ونصبر على أمر أهلنا بالصلاة لازم نعمل كده عشان الصلاة محتاجة إن الواحد يرى الصلاة على حقيقتها ولا يرى الصلاة عبئة حتى لو بنتك كبيرة إيه وتخليها تشوف الصلاة عبئة عليك لازم تعمل كده إيه وتخليها تشوف الصلاة عبئة عليها فتنفر منها وترفض منها ولكن خليلها الصلاة باب للسعى والسعادة في حياتها السؤال اللي بعد كده من حساب ريتاج تقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخ أنا عامل عملية عملية الاتجاع مري ربنا ألف سلام عليك ربنا إن شاء الله يزيح عنك ويجعلك إن شاء الله ويعجل لك بين تمام الأجر والعافية جربت تصوم وبتعب جامد مع العلم مين قالك تصوم مين قالك تصوم مع العلم أن الدكتور مش منعني بس بتعب ومعايا أولاد طيب واضح إن هي امرأ إذا كان الصيام بيتعبك افطري إحنا من غير الدكتور ما يقول كده واحد صايم فابتدي يحس إن هو بيدوخ ويغم عليه ده مش مسألة بطولة إن أنت تعرض نفسك للخطر وإنت صايم مش بطولة دي الشخص اللي عنده الطراب في جسده ومش قادر على الصيام مش لازم الواحد عشان يفطر لازم الدكتور يقوله إن أنت ما تقدرش تصوم بل الإنسان على نفسه بصير هو مش قادر يكمل يوم الصيام حذيك بتقول إن أنت بتتعب جامد يبقى خلاص بتتعب جامد يعني مش قادرة مش قادرة ومش قادرة تتحمل الصيام خلاص افطري واقضي الأيام في أوقات تستطيع فيها الصيام لو الدكتور بما إن الدكتور ما نعكيش عن الصيام وأنا بصراحة في ظل الحالة الصحية بتاعتك دي بقولك بعد إذن حضرتك تروحي تستشير الطبيب تاني وتعرضي عليه حالتك دي تقولي له ده لأن الطبيب عاي يكون لي نظر في مسألة أنت تصومي ولا ما تصوميش لكن أنا بقولك إذا كنت أنت بتتعبي وما بتقدريش تتحمل الصيام لك رخصة أن أنت ما تصوميش ليه؟ مش المقصود بالصيام أن الواحد يجاهد نفسه لغاية ما يهلك أو يمرض يعني الشخص لو كان الصيام سيزيد في مرضه له قال لا يصوم مش معنى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر في عدة من أيام أخرى ليس معناه أن أنت لما هتمرض وهتموت من المرض ده مش أبداً لكن يدخل فيه كمان إذا كنت أنت مرضك هيزيد لو أنك أنت صمت ولذلك أنا شوء أنا شايف لو أنك أنت زي ما بتقول كده ما بتقدريش تصومي والصيام بيتعبك جداً جداً لغاية ما أنت مش قادرة تكمل الصيام فلكي أن تفطري وأن تقضي الأيام بدل الدكتور ما لما عاكيش من الصيام السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم لو سمحت أنا متجوزة من خمس سنين في خلال الخمس سنوات نطق زوجي بالطلق مرتين الأولى كانت في حالة غضب شديد مني ودائماً في حالة غضب أقول له طلقني وبعد صبر كتير منه نطق به ولما هدأ الموقف قال لي أنه لن يوقع الطلق لأنه نطق به لإسكاتي بصوا عشان بس أني بقى واضحين إحنا دايماً في البرنامج بنقول أني مساء للطلق دي محتاجة اتصال مباشر إما يتصل بي أو يتصل بمية وسبعة في در الإفتاء المصرية أو يذهب لدر الإفتاء المصرية لكن أنا عايز أن نصحك نصيح اتقل لا أسبوعات على في جوزك اتقل لا فيه وإنت نفسك بتقولي أنا ببقى في غضب شديد وبلح عليه إنت عارفة أن الطلق ده كبل الزيت وحرق للبيت وتجريف للغيط طب بتعملي كده ليه ما تتقل الله سبحانه وتعالى في نفسك وتتقل الله في جوزك وما تهديش البيت عايزين تحلوا المسائل دي وبينكم مشاكل تعالي على مركز الإشادة للزواجي في در الإفتاء المصرية لكن مش الحل أبداً إن احنا نضغط على الناس وإحنا عايزين نتطلق وواضح أن أنت حريصة على أنك أنت تتحفظ على أسرتك فاتقل الله سبحانه وتعالى وما تعمليش كده تاني أبداً وإحنا النهار نتكلمنا وكنا في حضرة حضرة النبي في خطبة الودع تعالوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نسأله أنه ويم one قلوبنا نسأل الله سبحانه وتعالى وإحنا في حضرة حضرة النبي أن يمنق أولوبنا الرحمة ويمنق أولوبنا كمان احترام لحرومات الناس اللهم إنا نعلم أنك جميل تكره القبح ونعلم أن تتبع عورات الناس والتعدي على حرومات الناس من القبح فاللهم جمّنا بأن نحفظ عورات الناس وأن نحفظ حرومات الناس ويا رب أكرمنا بأن نكون مترفقين بالضعيفين أن نترفق بزوجاتنا وأن نجعل المرأة يا ربنا عنوانا من عنوين الرحمة والخير والجمال وجمل حياتنا بجمال حضرة النبي وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في أحدى الليالي يا رب متفرقش بيننا وبين حضرة النبي واجعل أسماءنا في قلب حضرة النبي يا كريم يا ودود يا رب العالمين